أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب وحاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قرار المجلس رقم 2 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم خدمة التمريض المنزلي لطريح الفراش في إمارة الشارقة ويأتي القرار تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس لعلى حاكم الشارقة برفع الحد الأدنى للمستفيدين من خدمة التمريض المنزلي لطريح الفراش إلى 17500 درهم في سبيل تعزيز الحالة الصحية للمرضى وضمان إدماجهم في أسرهم حيث تتولى دائرة الخدمات الاجتماعية وفقا للإجراءات المتبعة لديها تقديم خدمة التمريض المنزلي لطريح الفراش بدون مقابل وسيمكن القرار ما يقارب 225 حالة جديدة من الاستفادة من خدمة التمريض المنزلي لطريح الفراش بزيادة مالية تقدر بـ 54 مليون درهم سنويا